ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلفوا يقول الله سبحانه وتعالى فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات الأمور واضحة عندنا الدين لا لفس فيه ولا غموضة في أسوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته لذلك ما نعيشه اليوم إن هذا التفرق الخطير كل ذلك يتقدم مع هذه النصوص وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأسول